وانا شفت حيات كتيرة يعني ان من الحاجات اللطيفة اللي بقولها للناس خلي بالكم لو حد من لو 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 شركة حياتك ترابط ان هي تجيب كلب وانت مش مهتم بيها ففي حالة من حالات التعويض اوعوا تخلوا شركاء حياتكم يستعيدوا عنكم بوجود اشياء كتيرة ساعات على فكرة الست بتحب تنزل وتشتري حيات كتيرة لان هي ايه اللي حاصل حاسة ان اللي تشتري ده هيخليها تتقلق تاني وترجع للحياة لان هي حاسة انها تحترق طب معنى كده ان انا ببرر المبالغة في الشراء لا انا بنبه الازواج لان هم يتنبهوا لمسألة الاحتراق نفس الكلام لما زوجة تلاقي الزوج بيعمل اشياء كتيرة جدا جدا ما بتعودش عليه بنفع على فكرة ممكن يكون دي علامة احتراق طب نعمل ايه بقى على طول لازم وقف واول قرار اللازم ناخده بالوقفة ان احنا نقعد مع بعض نتكلم نص ساعة نص ساعة دي مش كتيرة نص ساعة كل يوم بلا ملل من غير شروط من غير وساء التواصل من غير تريفونات من غير ما نتكلم في المشكلات دي تلات شروط لازم في الجلسة بتاعتنا لو سوشيال ميديا لا تريفونات كمان مش هنتكلم في المشكلات نقعد مع بعض نص ساعة صفية خلصة يا جماعة ما حدش يقول لي ما حدش يقول كده انا ما حدش يقول لي والله هنجيب النص ساعة دي كل يوم منين ده فيه كلمة مشهورة بيقولك افضل عشر دقايق تشوف في يوم السوشيال ميديا لكن ادمان السوشيال ميديا بقى من اكتر الظواهر الاجتماعية اللي احنا بنعيشها فلو سمحتوا من نص ساعة عشان تستردوا حياتكم وما حدش يتفرج يعني ما حدش يتفرج على شريك حياته وهو بيحترق وبعد كده يقولوا ايه اللي حصل انت كنت شريك انت كنت شريك في هذا الاحتراق لما تركته نوقف ونقرر ان احنا نص ساعة نقضيها مع بعض بالتلات شروط اللي احنا قلناها دي تاني اجراء لازم نعمله بشكل واضح لازم نعبر لبعض على محبتنا لان في بعض الاحيين احنا محتاجين حاجة عارفين ده عارفين اشعالي ازاي محتاجين حاجة تشعل الشعلة تشعل الشعلة يعني ايه تشعل النور ندوس على الكبس انه يحس انه لسه موجود فيه حد بيحبه فيه حد بيقدره فلازم نعبر عن حبنا برسائل حتى نعبر عن حبنا وامتناننا لازم كل يوم شريك حياتي يعرف ان انا اعبد الله سبحانه وتعالى فيه اعبده بايه ان دايما نقول كده ان التعبير عن الحب في البيوت لشركاء الحياة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك ما ترفعه فيه في زوجتك يا صدقة كذلك التعبير عن الحب والتعبير عن الامتنان في البيت شكل من اشكال ذكر الله لان انت بتعمل ايه بتنفذ ببساطة خالص 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 وعشروننا بالمعروف يا سادة اسمع شريك الحياة بعض الكلمات التي تدعمه وتخليه يخرج من ضياعه دي عبادة وتعاونوا على البر والتقوى اعبدوا الله سبحانه وتعالى بان انتوا تسمعوا شركاء حياتكم كلام امتنان وحب والله فيه مشاكل كتير اما هتتحل غير بكده الحاجة الرابعة ان احنا ببساطة خالص احد حاجات اللي مهمة جدا جدا ان احنا نعملها حاجة التالتة اللي احنا لازم نعملها ان يكسر الاقتراب والاحتضان فيه ناس كتيرا بيبقى الاحتراق بدعا بيضيع باحتضان بيخلص الاحتراق بيتطف النار باحتضان ان الناس تكون قريبة ولزيك رسول الله عليه وسلم يقول لي السيدة عائشة انت شربت منين فيشرب من نفس مكان المياه بتشرب رسول الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول ما انتقل رسول الله الا هو مباين صدري ونحري يا الله يقول لما يكلم عن السيدة عائشة لا احد يتكلم عنها فلا ينزل علي الوحي الا وانا في حجرها يا سلام على التقارب يا رسول الله انتوا عايزين الشخص ما احترقش واحنا كل واحد بيننا مسافة تما هو هيتطفز زي ده فلازم نقترب من بعض فلازم نحتضان حاجة الاخيرة اللي احنا لازم نعملها لازم نبتدي مشروع جديد لصناعة الزكريات نصناع الزكريات بشكل مفاجئ لبعض عشان ندخل البيت بشيء من البهجة وهذه الصناعة اللي هي صناعة الزكريات دي هتجدد الحياة مرة تانية الأربع حاجات اللي احنا قلناها كفيلة النية تخلي الرماد ده يدب فيه الروح مش بس يدب فيه الروح يدب فيه المودة والرحمة والراحة والسكن وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى الله ما زال ينظر إلى هذه البيوت والله سبحانه وتعالى يخرج الحياة من الميت وكمان يخرج الحياة من الرماد رماد للقلوب دي الله سبحانه وتعالى يحييها بكلمات طيبة والكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة تفتح أواب رضى الرب لأن الكلمة الطيبة إذا كانت صدقة فالصدقة تطفئ نار الرب تطفئ غضب الرب يبقى إذن هذا الكلام سيفتح علينا باب الرحمة يا رب ارحمنا واعيننا على أن احنا نكون سبب من أسباب جبر خواطر شركاء حياتنا وجعلنا يا رب نفتح أبواب الجنة بهذا الجبر يا رب العالمين أكرمنا بودك ومددك وجعلنا من أهل جبر الخواطر ومن أهل دعم شركاء حياتنا بجمالك يا جميل